تعيش دولة الكويت أبهج الأيام احتفالا بعيدها الوطني الثامن والخمسين واكتست مناطقها وشوارعها ومختلف مرافقها بثياب الزينة والأعلام فرحا بذكرى بزوغ فجر الاستقلال قبل ثمانية وخمسين عاما وتحديدا في عام الف و سعمائة وواحد وستين وتتزامن هذه الذكرى الغالية على قلوب الكويتيين مع فرحة العياد الوطنية متمثلة بالذكرى الثامن والعشرين للتحرير والذكرى الثالث عشر لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى مقاليد الحكم وسط التفاف الشعب حول قيادته الحكيمة وارتدت محافظات الكويت ومناطقها حلة مذانة بأفراح العياد الوطنية وسط فرحة شعبية واسعة بهذه المناسبة التي تشهد مظاهر احتفالية أبرزها المسيرات التي تجوب شوارع البلاد ويشارك في هذه المسيرات عدد كبير من المقيمين والأشقاء من دول مجلس التعاون الخارجية معربين عن تضامنهم وحبهم للكويت وأهلها ومشاركتهم أفراحهم المباني والميادين والشوارع ازدانت بأضواء الزينة في العيد الوطنية وفتحت المعالم التاريخية والتراثية أبوابها للزوار على وقع تنوع الفعاليات والأنشطة المرافقة للاحتفالات في كل محافظات البلاد ترجمة نانسي قنقر